موسيقى مشاهدين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا النهاردة بعنوان كيف يتم زراعة الأسنان الحقيقة فقدان الأسنان سواء لحادث أو لظروف أخرى أو تلف الأسنان هذا طبعا بيهدر من الوظيفة للسن زائد الجمال اللي طبعا بتعطي الأسنان في الابتسامة وفي الانطباع الأول دايما بنتكلم عنه الحقيقة النهاردة حلقة من حلقات المهمة جدا نتكلم فيها عن فوايد اختراع فكرة زراعة الأسنان الحقيقة طبعا اختراع كبير فرق جدا مع حلول وإدى حل كبير لفقدان أو استعواض لفقدان الأسنان في هذه الحالات معي ومع حضراتكم النهاردة ضفنا اللي بشرفنا دكتور وجدي عبد المسيح استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان حاصل على دبلوم التقويم للأسنان بألمانيا ومجلستير جراحة الفم والوجه والفكين وزراعة الأسنان زميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا وديبلوم زراعة الأسنان من كلية الطب الأسنان بلوس أنجلس بأمريكا وزمالة الجمعية المصرية لزراعة الأسنان وأيضا زمالة الجمعية المصرية لجراحة الفم والوجه والفكين فاصل قصير نبدأ حوارنا مع دكتور وجدي خليكم معنا الأستاذ الدكتور وجدي عبد المسيح استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان ماجستير جراحة الفم والوجه والفكين وزراعة الأسنان دبلوم الدراسات العليا في جراحة وأمراض الفم دبلوم الدراسات العليا في الاستعادة الصناعية للأسنان حاصل على دبلوم تقويم الأسنان بألمانيا زميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا دبلوم زراعة الأسنان من كلية طب الأسنان لوس أنجلس أمريكا زمالة الجمعية المصرية لزراعة الأسنان زمالة الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان زمالة الجمعية المصرية لجراحة الفم والوجه والفكين دورات تدريبية في زراعة الأسنان من ألمانيا وأمريكا واستراليا ودورات تدريبية في تجميل الوجه عناوين العيادات 101 شارع خلوصي شبرة 13 شارع البرازيل أمام سفارة الجزائر الزمالك تليفونات العيادات زير 12-28-23-9000 أو زير 12-28-24-9000 أو زير 122-21-74-159 مركز عيدينت للأسنان دكتور وجدي عبد المسيح استشار جراحة وجه والفكين وزراعة أسنان وترابيات سبتة وتركبات متحركة وجراحات دروس عقلة مدفونة من راحها بيكوا في أي وقت بخلال معاد مصبّق احنا هنا مركز عيدينت للأسنان المركز متخصص في جراحة وتجميل الأسنان وبالأخص في زراعات الأسنان زراعات الأسنان اللي هي العلم الجديد اللي بيعوض الإنسان سنانه بدل ما يركب قطء متحركة يركب سنان سبتة هي فكرتها ببساطة ان احنا بنحط مصمار معين او إمبلنت او زرعاية جوه العظمي بنسنى عليها تلاتة شهر لستة شهر عشان تلتحم وده شكلها بيبقى زي ما هو واضح معايا في الموديل ده المريد اللي كان معانا نهاردة وعملنا له عملية زرع لفك علوي كامل حطنا له ثمان زرعات البدايات كانت اللي احنا فتحنا لسه بعد كده بدأنا نخرم علشان نحط الزرعات اللي حطنا له في الفك العلوي تقريبا ثمان زرعات كانت العملية جميلة وسالسة والمريد كان متعاون جدا 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 والعملية طلعة في منتهى الجمال اللي ما خدناش اكتر من ساعة بالكتير قوي من اول ما بتدينا هي ساعة انما التحضير والتأفيل بياخدله بتاع نصف ساعة زراعة الاسنان مش شرط ان احنا نستعيد عن السنان بالكامل يعني لازم اخلع السناني كلها لا دينا ممكن اعمل زراعة لدرس او درسين او تلاتة وممكن تلات دروس احط لهم زرعتين واركب التلات دروس مش لازم كل زرعاية كل سنة بالزرعاية بتاعتها بنعمل لهم برجال ده بالنسبة لزراعة الاسنان عندنا في المركز كمان بنعمل حاجة اسمها تجميل الاسنان تجميل الاسنان بيشمل حاجات كتيرة قوي تبدأ بالتبيض بعد كده بالتقويم بنعمل حاجة اسمها العدسات اللاسقة للاسنان دي عبارة عن اشرة تجميلية في تلزق على السنان وداية بتدي شكل جمالي بتغير لون السنة بتغير شكلها بتغير شكل المريض او شكل الانسان كله بنعمل مش لازم نعمل الحاجات اللي هي الفينير زيت عشان نجمل بنعمل حاجات ابسط اللي هي الهوليود اسمايل وتتحط بنعمل حشوات تجميلية بنعمل حشو عصب بنعمل تقويم عندنا اطباء مهرة متخصصين في كل تخصص من اللي احنا اتكلمنا فيها وخصوصا الاتجان والجسور اللي هي الترتيبات السابتة التجميل والطبيض كل قسم من دول دي اخصائيين متميزين وطبعا بالاخص طبعا زراعة الاسنان بالنسبة للخدمات اللي بنقديها بممكن بنقديها في منطقة شوبرا او في منطقة الزمالك عندنا فرع في شوبرا وعندنا فرع في الزمالك وفرع الزمالك ده هو مركز الاكبر اللي بنعمل اللي هو فيه العيادات المجاهدة مشاهدين اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن الاسنان وبالاخص عن زراعة الاسنان الحقيقة فقدان الاسنان بشكل كبير كان مشكلة كبيرة جدا متواجه الناس حد حصل له مشكلة من تسوس او من صدام او ما الى ذلك ادى لفقدان الاسنان كان بتبقى مشكلة كبيرة جدا التطور الكبير والتقنيات الحديثة الحقيقة اللي شفناها في مجال الاسنان يعني بتالي فنى كل هذه المشاكل يعني فنى المشكلة بتاعت ان احنا نبقى باسنان فارغة ولا باجزاء من اسناننا فيها مشكلة او ما الا بالعكس احنا بنرجعها لشكل يمكن افضل من اللي كان عليه قديما الحقيقة معي ومحضراتكم عن هذا الموضوع دكتور وجدي عبد المسيح الغني عن التعريف استشاري جراحة الفم وزراعة الاسنان وحاصل على مجستير جراحة الفم والوج والفكين وزراعة الاسنان حاصل على دبلوم تقويم الاسنان بألمانيا وايضا دبلوم زراعة الاسنان من كل طب الاسنان بلوس انجلوس بامريكا زميل جمعية زراعة الاسنان بكاليفورنيا وزميل الجمعية المصرية لزراعة الاسنان وزميل الجمعية المصرية لزراعة جراحة الفم والوج والفكين اهلا بحاجة دكتور وجدي طبا مشرفنا اهلا بيك بيك خلي ابدأ مع حضرتك على فكرة الفرق بين التركيبات السابتة والمتحرك ايه الفرق بينهم التركيبات السابتة والتركيبات المتحركة تركيبات الأسنان عموما احنا دي أجهزة استعادية احنا بنستخدمها عشان نصعيد بيها على الأسنان التي فقدت هذه الأسنان اللي احنا بنركبها يقوم تكون سابتة بنثبتها في الفم او ما بنقدرش نثبتها بتكون متحركة بمعنى ان لو عندي مريض كنا في الثلاثين اربعين سنة اللي فاتوا ما كانش عندنا الا نوعين من التركيبات التركيبات السابتة والتركيبات المتحركة مريض فقد كل أسنانه بنعمله طقم كامل طقم ده بيتشال ويتحط الطقم ده الحقيقة كان من أحسن الحاجات اللي كانت بتتعمل في رفعين سنة وكانت الناس متأقلمة عليها كانت مبسوطة جدا جدا بيها لان هو كان الحل الوحيد ما عندكش غيره فغزبا عنك هتتأقلم عنه تتأقلم عليه التركيبات المتحركة كنا بنستخدمها اما فقدان كامل الأسنان او فقدان كامل للدروس الخلفية في الدرشة تثبتها الى ان انتقلنا لمرحلة جديدة اللي هي مرحلة الأسنان المثبتة اللي هي الكباري والجسور بمعنى ان انا عندي فقط درس واحد وعندي درس قبل ودرس بعده فالناس فكرت انا عايز اعمل درس سابت لان الدرس السابت او الأسنان السابتة بتديني وظيفة اعلى قوة اعلى في المضغ ما بفضلش بقى اشيل وحط فيها او عامل طقمي بتشاروه يتحط ماش بماش بك الكسر او حطت الطقم في مكان ما ونسيته الكلام ده كله طبعا السنان السابتة بتبقى مختلفة تماما فاللي هي عملنا بيها الجساء الكباري والجسور ان احنا بنبرد درس القابل والدرس اللي بعد وبنثبت ايه السنان دي التركيبات المسبتة من حتة التركيبات المسبتة دي هنبرد الدرس دا وهنبرد الدرس دوت حاجة حلوة وحاجة جميلة وبدأت الناس كلها تعملها والدكاترة كلها في العالم كله يعملوها بس وجدوا انها لها بعض لها بعض او بعض العيوب ايه يا عيوبها عيوبها انك بتضطر انك تبرد جسم السنة دي وجسم السنة دي اثار جانبية بقى ممكن تنتج عن دقيبات لو اتعملت التركيب بقى صح بطريقة تقنية معملية مع دكتور دكتور بارت كويس مع من عمل السنان كويس تربيش كويسة بغطية جسم السنة كله مفيش اكل بيتحشر مفيش مية مفيش هوايا قدر يدخل ولند جود حلو قوي مش عايزين اكتر من كده دي اسباب تقنية يا اما طبيب يا اما معمل طب العيان العيان مع الوقت لازم يشيك على هذه الاسنان ليه لان مع الوقت بيحصل يحدث انحصار في اللسة اللسة بتسيب السنان وتسحف لتحت شوية فبيتبين لي جزء من السنة بتبعد عن طرف التربوش الحدود بتاعته اللي هي بغطية السن فتبتدي الاكل يتحشر المواد اللي احنا بناكلها فيها سكريات وفيها حوامض تبتدي احماض تعمل تآكل في جسم السنة فتبتدي السنة تسوس فبيحتاج متابعة مريض جاله سكر اللي لسة بتاعته بتنحصر بسرعة جدا فدي بتحتاج متابعة ده خل بعض الناس تدور على طريقة اخرى لتثبيت الاسنان طب ها سبتها ازاي السنان فيه ناس استخدموا سقف الحل في تثبيت السنان اللي هو الغشاء المخاطي لانه سميك دي افكار بقى ازراعة الاسنان جات ازاي عايزة ثبت الطقم بسبتو ازاي بعمل حفر في الليسة بطريقة بجراحة معينة وبحط كباسيل في الطقم وبسبتو بيه طبعا طريقة يعني بدائية جدا بدائية جدا هي زي الكابسولة بتاعت بتاعت القميس بتاعت القميس زي وبعدين انت ازاي هتسبت على الجسم رخو انا عايزة ثبت في العظم عشان العظم يمسك صحيح من هنا جات بقى فكرة ان انا اعمل جدور صناعية وزراعة وابتدي زراعة الاسنان هنا زراعة الاسنان ايه هي زراعة الاسنان بقى هي ان انا بقى اعمل استعادة صناعية للاسنان بوسطة تسبيت الحاجة بتاعتي في العظم الموضوع ده ما توفرش الا لما اكتشفوا مادة تقدر تلتحم في العظم قدماء المصريين اول من عملوا زراعة الاسنان طب كان بيجي يعمل ايه بقى هو فكر في الفكرة دي بس ظروفه ما ساعدتوش كان بيجي في حاجة اسمها البيتراس كاربون كربون بعد ما يشيل الدرس يحط البيتراس كاربون في مكان الدرس على اساس يمسك فطبعا ما بيمسكش كانوا بيعملوا اشكال من الدرس يحطوا ما بيمسكش فيه بعد كده تطوروا شوية وقال لك احط حاجات دهب الدهب ما بيلحمش في العظم بعد شوية بيتلخلق قالوا يعملوا حاجة زي تلت دبابيس تلت دبابيس في اتجاهات مختلفة يرشقوها في العظم وبعد كده يركب عليها سنة برضو ما نفعتش الا تصور كبير يا دكتور واجدي يعني يحولوا محاولات كثيرة سواء من مواد خام او مواد مستخدمة عشان تمسك في العظم وايضا تقنيات يعملوها بانجلز او يعملوها بزوايا او يحطوا اكثر من واحدة عشان يعملوا ده وفي الاخر برضو ما عارفوش دول قداماء المصريين عندهم فكر وعندهم هندسة وعندهم علم هو الحقيقة جاء اكتشاف زراعة الاسنان بالصدفة البحث اللي حصل كالقاتي ان الزمان احنا لما كان بيحصل عندنا كسر في الفك كنا بنعمل ايه يجي لك مثلا الولد واقع فكه مكسور كنا ايه عايزين نسبت طبعا هنا بشي قدر بنعمل جبس عشان يسبته لما ادرعك بيكسر بحطي لك جبس ده كان الزمان طب هسبت الفك ازاي كنا بنسبت الفك اللي فوقه اللي تحت مع بعض بسلك بدو برطب ببعض بحيس ان الفك ما يتحركش لمدة خمسة واربعين يوم وبعد كده افك والعيان كان المريض كان بيشالموه بياخد بيحط له الغزة بتاع الى ان اكتشفت الشرايح قال لك اثبت العظم بالشرايح خدت بالك شرايح المسامير وده اللي بتستخده في العظام ما هي نفس القصة هو نفس القصة فابتدوا بالستينلس يعملوا شرايح ما يستخدموش الدهب لان الدهب طاري لما اختروا على استينلس بدووا يثبتوا بيه الفك في حالات القصور الى ان اكتشفوا مادة تانية لذيذة حلوة الستينلس كان عيوبه ان تاخد منه قوة لازم تدينه سمك فلما بتدينه سمك اللي ما بينثبت فيه الفك بعد فترة طبعا الفان بيدي بعد الفترة بيبقى فيه بروز هنا هوت وبعد كده بيخرم العظم وبيطلع من العظم بيبقى منظر روحش جدا دي ما ساو الستينلس في الزراعة وما بيمسكش في العظم اخترعوا مادة عملوا منها اجسام الطيارات لقوها قوية جدا انها الطيارة عشان تطير لازم تبقى خفيفة وفي نفس الوقت لازم تبقى قوية اخترعوا تيتانيوم عملوا منه اجسام الطيارات صحيح فبدأوا يفكروا فيه ان هو يستخدموه في جراحة العظم فاستخدموه فين في الاسنين في الفك وطبعا المسامير تيتانيوم وكله تيتانيوم هو بيحط بيثبت الفك بيحط الشريحة ويربطها بمسمرين وبعد كده مفروض انه بيفكها بعد الفترة دي بيفكها العمل القصة دي كان واحد سويدي كانوا في امريكا فلما بيجوا يزبطوا يعملوا عملية اللي هي التجبير بتاع الفك دوت لازم يبقى كان معاهم طبيب اسنان واقف ليه عشان يعرف اذا كان الفك تزبط ولا ما تزبطش طب هيعرف منين بتعشيئة السنان مع بعض هي الحكم هي الكي هي المفتاح يخليه يقفل ودكتور السنان يقفله وبالجراح يقول له ربط فربطه وطبعا لازم دكتور السنان يكون موجود لما بيجي بفكه ففي فره من المرات جم يفكه المصورة تيتانيوم ما تفكش مستحيل يتفك عشق في العضم بتعليه العضم مسك في العضم واضطروا ان هم يشيلوا الشريحة هذا النابه برانا مارك دكتور اسمه مارك سويدي جنسية امريكي ابتدى يفكر ازاي يعمل حاجة جدر صناعي او سنة تيتانيوم تمسك في العضم عمل عليها تربوش وابتدأ المحاولات من اواخر الستينات للسبعينات كان بيعملها على مسؤوليته الى ان تطورت زراعة الاسنان ووصلت لنا بالشكل الحديث ان هو انا اسبت جدر صناعي طالع منه جوز اعمل عليه تربوش في الفك فممكن اعمل اسطاعد بسنة واحدة كانت كل الزراعية قطعة واحدة الحقيقة وكانوا بيتعمل لها بروتوكولات رهيبة جدا جدا عشان تثبت لان انت طالع منها جزء الظاهر فالمفروض العين ما يكلش فهمني عشان العضم يلحم هي الفكرة ايه ان التيتانيوم دوت كومباتيبل مع العضم يلحم في العضم فعلشان يلحم علشان يلحم عشق ومعشوق ياخد وقت الخلايا العضمية صغيرة جدا 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 لطورة فبتدخل تعشق في البورز الفتحات الموجودة او التخشينات اللي في في الجزء خدت بالك ففي الاول كان بيعملها بروتوكول صعب جدا علشان ما تتحركش وتسبح بالقصة دي الى ان وصلنا للي احنا فيه دلوقتي دي قصة زراعة الاسنان باختصار الاسنان باستخدمها في زراعة الاسنان السابتة لتعويض سنة واحدة او لتعويض فك كامل او لتعويض جزئي للاسنان احنا معنا يمكن حالات صور برضو عايزين نكشفها او نتخلم من خلالها دي حالة الحالة اللي معنا دلوقتي دي حالة عشان نقول ازاي الدنيا اتطورت دي حالة بتضم تلت تلت مراحل احنا بنعملهم مرحلة تركيب اسنان سابتة في الفك الفقاني وتحت تاني مفيش في اسنان فبنعمل طقم كامل عشان عندي دروس فوق اهيت اقدر اعمل على التثبيت الى اسنان المثبتة تحت ما عنديش اعمل على طقم كامل انا في نفس الوقت دوت الحالة دي بالذات كنت عمل لها عملية زرع بس كنت مضطر عشان العيانة دي عايش في امريكا فهجيلي بعد سنة عشان اعمل الزرعات فالسنة دي ماشيناها بطقم كامل تحت وطقم فوق اهوت ادي حتى واضح الفك التحتاني طقم متحرك اه والسنان اللي فوق اللي عشان تمشي بها السنة دي عمل لها سنان سابتة كباري عادية خد بالك جات بعد سنة عمل لها الزرعات وبقت ماشية تحت وفوق تحت وفوق اه بالحقيقة طبعا دي حالة من الحالات الصعبة جدا ما يقولك دي حالة بتضم التلات الحالة بقى دي اللي احنا شايفانا دي طقم كامل فوقه تحت دي سيدة بسيطة من الصعيد جات عايزة مش هتقدر تعمل زراعة عايزة تعمل طقم دي حالة الفك ده الطقم بعد الايه بعد ما ركبناه فوقه تحت انا بتالي يعني اظن يا دكتور بس المنظر عامل زي بس يعني اظن ان شخص يكون وصل لهذه الحالة من ان الفك كله اسنانه كلها سقطت سواب من تلف واظن هنا في الحالة دي تكون تلف يعني او عدم رعاية وعناية جيدة بالاسنان ده معناها ان حتى اللثة او الفم والفك نفسه هيكون يعني مهتك بس ادى اكيد بس فيه فيه ظروف اجتماعية وثقافية وظروف مادية اقتصادية هي اللي بتحكم في الناس صحيح وغير كده كده فيه حاجات جيناتكس حاجاته رصية هو اسنانه بتقع له وحدها دي حالة معنا دي حالة زراعة اسنان بقى كاملة فك كامل فوقه تحت دي المسامير اللي احنا دي اللي انا بقولك بقى عليها المسامير اللي احنا بنسبتها جوه العض وبعد كده دي تيتانيوم وبعد كده بنرجع نركب عليها او فوق وتحت دي حاجة بس الزراعات زي ما شفنا اممكن اربع خمس زراعات وخلاص يا دكتر بالنسبة لا هي مدارس اول حاجة عملها برانا مارك قالك علشان تعمل زراعات وتعيش معاك وتقدر تقسم عليها اسنان وتعيش معاك فترة اطول برانا مارك قال تعمل تمن زراعات فوق وتمن زراعات تحت للفك الكامل لما الموضوع اطور اكتر والناس خدت ثقة في روحها والخامات كمان اطورت والخامات اطورت قالك نعمل ست لما اطورنا اكتر قول دا نعمل اربعة اللي هي نسموها اول ان فور او او سوري اه اول ان فور كل اسنان على اربع زراعات كل اسنان على اربع زراعات واحدة الناحية دي واحدة عند الناب طبعا دي ملحاجات اللي عبرها مش طويل فرجعنا لترانا مارك تمانية ايه تمانية طبعا الحمل بيتوزع على الفعض بيتوزع على الفك معانا حالة معانا دي حالة دي لو ناخد الصورة اللي قابليها ايه دا عملنا له اربع زراعات تحت علشان نعمل له السنان المفقودة دي حالة طبعا انت بتقول بقى شوف منظر البريد ومنظر سنانه سايم نفسه مشكلته هنا التدخين شكرا دكتور واجدي سعنددي الحقيقة كلام كتير عن زراعة الاسنان والطرق الحديثة وايضا الخامات المستخدمة اللي يمكن دكتور واجدي برضو اشار ليها بشكل كبير في الجزء الاول بس عندنا ايضا اسئلة كتير هنغطيها في الجزء الثاني عن زراعة الاسنان واستعواض الاسنان المفقودة لو حدث هذا معي ومع حضراتكو دكتور واجدي بس خلينا نروح لفاصل صغير ونرجع ونكمل كلامنا عن زراعة الاسنان مشاهدين اهلا بكم مرة تانية رجعنا لكم لسه مكملين حلقتنا وكلامنا عن زراعة الاسنان اللي بنشوف فيها استعواضة كبيرة لأسنان مفقودة سواء في حدثة او عن طريق التساوس او في ناس زي ما عرفنا في الجزء او من حلقة هم طبيعتهم كده ممكن يفقدوا اسنانهم او تكون بتقع بشكل كبير وده ممكن يكون نتيجة لعام الوراسي او ما الى ذلك معي ومحضراتكم الغني عن التعريف في هذا الموضوع دكتور واجدي عبد المسيح استشاري جراحة الفم وزراعة الاسنان ماجستير جراحة الفم والواجه والفكين وزراعة الاسنان حاصل على ديبلوم التقوين الاسنان بألمانيا وايضا ديبلوم زراعة الاسنان من كل التوب الاسنان بلوس انجلس بامريكا زميل جمعية زراعة الاسنان بكاليفورنيا وزمالة جمعية المصرية لزراعة الاسنان وايضا زمالة جمعية المصرية لجراحة الفم والواجه والفكين برحب حياتك مرة تانية دكتور واجدي مشرفني كالعادة ألم بيك يا فاندي بنستفيل حي جدا منك ونهارده حلقتنا عن زراعة الأسنان والتطور الكبير اللي بيحصل وإمتى نستخدم زراعة وفي أي حالة بالأخص طبعا كلام كتير ومهمة أوي نفهمه ونتعرف عليه لأن الناس كتير عندهم فعلا موضوع الأسنان ده موضوع عميق وكبير وناس كتير بتستهتر سنة تقع سنة تتلغبط سنة تتلقلق يعني زي ما بالذات كبار السن يا دكتور واجد حيك برضو توافقني أو تعرضني في هذا الموضوع بس ناس كتير عندهم يعني عدم سهولة في الإقناع في موضوع الأسنان ما يحبوش يعملوا إجراء ويخافوا من فكرة الزراع ويخافوا من التقنيات الحديثة وحتى ما ندخل معهم في تفاصيل الخمات المستخدمة ممكن حيك برضو تتشور مع المرضى زي ما دايما تقول لنا في تشور مع المرضى بيحصل في الحالة اللي نشتغل عليها بالشكل ده وتاخد موافقة منه بتاني ناس كتير تبقى ضد ده مش عايزين أصلا يعرفوا أو يقول حقيق يعني أنت أمسك الدف أنت أعمل الصح هو الحقيقة الحضراتة بتتكلم فيه ده فيه شقين فيه شق ناس سهلة بسيطة جدا أنت بتقول له الموقف كذا وبتعرضه عليه وبيوافق باللي أنت بتقوله له ده سهل جدا فيه حد تاني بقى شاف مئات الفيديوهات على اليوتيوب ومئات العمليات وجاي للدكتور يشوف هو هيقول له إيه وهيعمل له إيه وياخد منه ويجادل معك ويجادل معك مستني دكتوريو الحاجة عشان يطلعوا غلطان أو يعمل لا مش كده يعني دي مشكلة العصر اللي احنا عايشين فيه أن العيان بيروح يتفرج على فيديو وجاي عايز يطبقه عليه طب أنت حالتك مش زي حالته انت مشكلتك مش زي مشكلته خالص فدي بتمني الفيديوهات دي أحيانا عايزين نقول للناس أن كل الفيديوهات اللي انتو تفرجوا عليها دي كلها إعلانية مش هي الحالات اللي هي الطبيعية اللي في العيادات أو العمليات اللي هي المستقيمة أو اللي هي الوقعية الوقعية ده إعلان وولا يتفق اللي تتفرجت عليها يتفق عليك وكل حالة دخلة ورد تانية مختلفة تماما عن التانية صحيح لها طبعا عشان كده في طبيب وهو فيه هي فكرة الجراحة احنا كل مهمتنا أن احنا بكل أمانة بنقول المعلومة العلمية بكل أمانة وبكل أريحية بما تناسب مع حالة المريض لأن اللي يناسبك ما يناسبش غيرات بمعنى بالنسبة للتكلفة بتاعت الزراعات فيه زراعات رخيصة وفيه زراعات غالية فيه زراعات تناسبك وفيه زراعات ما تناسبكش يعني مثلا لما يجيلي شاب عنده عشرين سنة وفقط سنة وقعت في حدثة أو بتاع جاي هو بالعضم بتاعه زي ما هو البنية بتاعته قوية البناء عنده عالي فمش لازم أروح أشتري له أو أعرض عليه زراعية غالية غالية بالزبط ممكن ما يحتاجش ده أنا لو جبت له مصمار تيتانيوم وحتى طوله هيمسك فيه مهم هو يتحط بتقنية كويسة معقم هيلحم في عضل وعمرو ما يسيب منه صحيح جاي لي ده مثلا العضم بتاعه كسفته دي وان يعني جرانيت ده أنا ممكن أحطهنه للزرعية وأحمل عليها في نفس اليوم جاي لي حد حتى المراحل بتاعي تكيبها تختلف هنا تختلف طبعا الإجراء العملية نفسها يبقى مختلف تماما من طبعا ما بقولك كل حالة تختلف عن التانية نهائية السن ليه عامل كسفة العضم ليه عامل حجم العضم ليه عامل ظروف المريض حتى بتاعت الشغل دي لازم تتحط في الاعتبار طبعا واحد عايز ينزل شغل وواحد هي وعد في البيت حاجات دي كلها يعني مثلا حد يعني هتعمله عملية زرع مش عايز يوعد 6 شهور عايز قبل كده بتضطر أن أنت ترشح له زرعية لها تقنية عالية تلحم بسرعة أكتر ما الضبط ده بيبقى فيه اختلافات في التكلفة وفيه اختلافات في السعر طب خلينا نتكلم بما ندخلنا فيه تفاصيل وتقنيات الزراعة خلينا نتكلم بشكل سريع على المراحل المراحل هتبقى أكيد واحدة حتى لو اختلف ممكن التوقيتات تختلف نتيجة لاختلاف الزرع اختلاف الحالة والشخص وحالته الصحية لكن المراحل المعينة أو الجايدلاين زي ما نقول كده الخط العلمي لمراحل زراعة السن احنا زراعة الأسنان احنا مشين على مدرسة برانمارك الأولينية خالص اللي هي المدرسة الأم خدت بالك برانمارك بعد اللي احنا قلناه في الأول ان احنا فيه حاجتين فيه نوعين من الزرعات فيه الزرع اللي هو المريض جايلك وخلع من زمان وانت بتفتح وتحط له الزرعية ده اسمه بمعنى انه خلع من فترة وانت حطط له الزرعية الزرعية دي حضرتك بتحطها تزرعها في العضم تقفل عليها في اللي سا تستنى عليها ثلاث شهور لو فك السفلي او ست شهور لو انت زرعها في الفك العلوي ليه الفرق في المدة دي على حسب نوع العضم الموجود في الفك الفك السفلي نوع العضم بتاعه جرانيتي كسفته عليها جدا جدا فالتحامل عضم او التحامل الخلايا بتاعت العضمية بتاخد مسافة اقصر الفك اللي العلوي اسفنجي فيه فراغات فلازم تدي وقته براح علشان الخلايا العضمية توصل للتيتانيوم تمسك فيه تاخد مشوار بتديله مسافة هو عادة بعد اي جرح العضم بيلحم فيه خلال 45 يوم اللي هو بتاعت الكسور يعني لو عندك كسر وعايز تستنى لما يتكون عضم عشان تلحم ما بين اتنين بياخد 45 يوم عند كل الناس كده تمام طب 45 يوم التانيين اللي انت تستنهم في الفك السفلي ليه علشان يحصل تكلس لان العضم اللي حصل في 45 يوم ده عضم طري لسه ما تكلش فبستنى 45 يوم لهم التسعين يوم التانيين ومتاعة 13 شهر الفك الفقاني بياخد وقته اطول ليه لانه فيه فراغات هو كتير فبستنى بقى عليه 13 شهر كده آه 13 شهر ازياد طب خلينا برضو نفهم اكتر عن زراعة الاسنين الفورية ايه زراعة الاسنين الفورية امتى حقيقة ممكن تلجأ ليها مع بعض المرضى بتوعك حتى لو كان هذا المريض ينفع يتعمل له زراعة اسنين طبيعية المصالح زراعة الاسنين الفورية اللي هو ماشي في المجتمع عايزين نقول في المجتمع واش عايزين نقول في السوق اه اليومين دول بيعني حاكتين معناه اه ان انا اه زراعة فورية بمعنى ان انا هخلع واركب في نفس الوقت ده اسمه اه اه اميديا اميديا انسيرشن الفوري هخلع وقوم حطة الزراعين تمام فوري بمعنى ايه تاني ان انا هعمل اميديا تلودنج ان انا هركب الجزء اللي هيركب عليه التربوش وعمله التربوش في نفس الوقت كله في توقيت واحد ده احنا غير مستحب ما بنحبوش وخصوصا في الاسنان الخلفية ليه ان بديش فرصة للعضم ان هو يمسك كويس نسبة نجاحه بتنزل من اللي هو الدليد اللي احنا نوع اللي احنا قلناه في الاولاني ان هو السنة اه تلت شهور التقليدي يعني التقليدي ده نسبة نجاحه 96% ده نسبة نجاحه 70% وده احنا بنقول للمريد عليه عشان بس لا يسأل عليه الطبيعي تمام اه لو بنعمله بنعمله بتقنية معينة بحيث ان هو بقى بيحصلش اه تلامس بين الفك العلوي والفك السفلي يعني بيتحط منظر ما يتحملش عليه ايا كان الوضع ده عن خبرة يعني خبرة يعني اربعين سنة في هذا المجال تمام ما يعني عندي بقى ظرف طارق سنة امامية بتاعت احد مثلا ممثل اعلامي استاذ جامعة بيديمه وحضرات ومش هيقدر يظهر استاذ طلبة بتاعته وعنده سنة امامية ده بنعمله اميديا لودنج اميديا انسيرشن على طوله الحالات دكتور واجد الحاج بتشوف ان هي ما ينفعش فيها الزرع لا تقبل او غير منطقيا انا ازرع فيها انا ما يكونش عندي ظروف الملأمة انا انا احط زرعاية ايه هي ظروف الملأمة انا ما يكونش عندي عضو كافي انا احط فيه زرعاية على الاقل عشرة ملي طول وثلاثة ونص ملي عرض او دايمتر قطر ده انسب انواع الزرعات او اقل حاجة اي زرعات بتتحط اقل من كده بيبقى عمرها اقل دي نمرة واحد انه يبقى عندي حجم العضم اللي انا هزرع فيه كافي ان انا احط فيه الاياسات دي الحاجة التانية العضم اللي هو اخد اشعاع قبل كده مريض كانت انه عنصر كانسر في الفك وخد اشعاع او في منطقة ريبة ده ما بنقربش للعضم بتاعه لانه هو اساسا ما عندوش خلايا عضمية تلتحم في التتانية فكأنك مصمار فشر دقيته في الحيط بعد ما هتعلق عليه الشماعة بعد شوية يتلقلق ويقع طبعا طبعا الحالات اللي عندها سكر مش مزبوط والعيان ما عندوش النية انه يزبوطه ده اساسا مرفوض العيانين اللي بتاعه كانت جوهرية ما عندوش النية يزبوطه ده ما عندوش النية يزبوطه طبعا لانه فعلا هو السكر بتهيلي برضو لو متزبط ولو في بعض حضرتك دي فيها شقين انت كرجل في المجال فيها شقين شق الأولاني ان هو العيان اللي عنده سكر دوت الغذب ما بيوصلش للعضم كويس فهيدوب طبعا فيحصل زي ما حصل للسنان الأولاني الشق التاني انك هتفتح وتعمل جراحة الجرحة بتاع مريض السكر غير الجرحة بتاع المريض العادي طبعا فانت هتعرضه لتوريسكس او خطرين الخطر الأولاني الجرحة مش هيقفل واحد سكره ربعمية تروح تعمل له جراحة نا طبعا مستحيل سكره ربعمية هتروح تحط له زرعاية هيجي بعد سنتين جابه لك في ايده طبعا وبالتالي الدكتور هو اللي بيرفض أحيانا المرضى بتصير قوله آسف المرضى اللي بتاخد كيماوي ما بنقرب لهمش المرضى بتوع الغسيل الكلوي بنتعامل معهم بحرص جدا جدا لأنه هو اللي بتاع الغسيل الكلوي دوت ممكن ممكن نزرع له بس هنزرع له في وقت ما بيكونش وقت فيه الهيبارين بتاع السيول أدوية معينة ممكن تؤثر أيضا وهو طبعا ما بيقاش المجال مفتوح قوي نحن نعمل زراعة أستنى الواحد بيقسل كله بيبقى الموضوع صعب شو دقيق بس هو في حالات بيقولك Absolute Contra Indication وحاجات مش Absolute Absolute Contra Indication اللي قلتهم لك في الأول لا 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 قطعة التاني اللي هو هنزبطه لك هنزبط لك سكر Heavy Smoker هتقلل للتدخين بياخد دواء وبطلوا حاجات كده عوامل معينة كده ممكن ليلها أو نزبطها التحكم فيها دكتور واجدي برضو من الحاجات اللي يمكن حاجاتك ذكرتها في النص الكلام عن فكرة يعني ده سؤال عشان هسأله حاجة لأن الناس كتير ممكن تسأله هل في أعمار معينة برضو ممكن يكون لها مخاطر كبيرة مثلا يتعملهم زراعة حاجة يمكن قلت اللي بيفاء معاك هو الحالة الصحية للشخص ولا يسأل عمر برضو حاجة أكد لنا المعلومة أو الهلم السن احنا ما بنقربش المريض عشان نعمله زراعة السنان قبل 18 سنة ليه لأنه النمو بتاع الفكب بيكونش كمل كله تقريبا هو غالبا يكون في سن 18-17 حاجة كده فانت ممكن تزرع الواحد عنده طفل عنده 14-15 سنة سنة أمامية انت زراعه شايف الزراعية قدامه كويس في سنة 18 مش فترة الزراعية هنا سرحت مع العظم رحت مع العظم العظم نمى فقط مع النمو فلازم أستنى نمو الفك عشان نزرع فيه 60 سنة 70 سنة 75 سنة 80 سنة ما عنديش مشكلة طالما الحالة الصحية تسمع مشكورك طب برضو خلينا نفهم أكتر عن فكرة مش بس الوقت في الأسنان لكن عايز أعرف على فكرة النحي وعمل زراعة الأسنان زي يقدر يعيش به هل فيه حاجات معينة لازم ياخد باله منها يقي نفسه منها ما إلى ذلك ولا بيتعامل معها كسنة طبيعية جدا زي أسنانه اللي كانت هالثي أو طبيعية بص اللي هي لو معمولة تركيبات بتاعتها معمولة بطريقة صح بطريقة صحية العيان يقدر يتعامل معها كأنها سنة طبيعية جدا بشرط الصيانة نفس الصيانة الأسنان العادية أي حاجة من غير صيانة من غير من غير مراجعة الطبيب لو فيه مشكلة صغيرة وتفق ما بتعمل مشاكل احنا مشاكل زرعات الأسنان عندنا فيه حاجة اسمها ان انت عامل تربوش تربوش ده مش مظبوط عامل تركيبة بيتحشر أكل حوالين الزرعات فتبتدي تعمل التهابات اللسه العادية فهو لما بتعمل التهابات اللسه العادية إيه اللي بيحصل العضم بيدوب نفس فكرة السنان العادية احنا زرعات الأسنان مسموح بدوابان العضم في الأول خالص قالك بعد ما بتحط الزرعاية في أول سنة بيدوب من حقلان العضم ارتفاع 8 من 10 ل 1.5 ملي ده مسموح بيه لغاية انك الجزء الفؤاني تحطه بطريقة معينة بحيث ما تخليش القوة اللي هي بتنزل على الزرعاية ما تنزلش على العضم المحاوط تنزل على الزرعاية نفسها على الحديد نفسه الفكرة دي او بلاتفورم سويتشنج دي ما بتخليش العضم يدوب 8 من 10 ملي اللي قالوها في أول ما اخترعوها بيفضل بحالة العضم وده كان موضوع المجستير بتاعي في الزراعة انا اشتغلت على بلاتفورم سويتشنج وفعلا سنة مدبش ولا شعراية وعلى فكرة كل الزرعات دلوقتي بتتعمل بهذه التقنية بلاتفورم سويتشنج دي بطريقة هي القوة بتاعت الأكل ما تنزلش على العضم تنزل على الزرعاية نفسها فتقويها أكتر وتخلي العضم يبقى جمد حواليه فهو الأكل اللي بتحشر حوالين الزرعاية تحت التركيبات بتاعة الزرع دي في منطقة الخطور لازم بطريقة أو بأخرى بنمنع هذه الحالة عن طريق التواجه لطبيبك أو الرجل اللي زرع لك هو يقدر فيه بقى فرش صغيرة فيه حاجات حديثة دي بنقدر نتعامل بيها في الحبس لذي الحالات أظن يفكر في الليزر هل فيه استخدام للليزر في مجال الزراعة تحديدا نهارتنا بنكلم عن الزراعة سواء في الفتح بقى الأسنان أو الجراحة أو ما يالذي الليزر يستخدم في حاجتين بس في زراعة الأسنان التقنية بتاعة إعداد الزرعاية نفسها ده في المعمل في المصنع في المصنع ده مصنع صحيح إنه هو بيعرض الأشعر بعرض تتاني للليزر عشان يعمل فيه بورس صغيرة كده هو علشان تدي بصحة أكتر تدي قيمة للزراعية وصحة أكتر كمية عضم كتير هتعشق فيها ثقوب فتبقى ثقوب ده ده الليزر الحاجة التانية إنه إحنا الليزر بعد ما بنحط الزراعية وبجي أعمل العملية التانية عشان نفتح عليها بشيل الجزء اللي حوليني الزراعية ده بالليزر مش أكتر من كده ده في العيادة بقى إحنا كجرحين عموما ما بنحبش عندنا فيه حاجة اسمها إلكترو سيرجري وعندنا الليزر إنك تعمل الكب بتاعك تقطعه نفسها تقطعه إما تقطعه بالليزر أو تقطعه بالكهرباء علشان ما يعمل لكش نزيف وما يعمل لكش ده إحنا كجرحين ما بنحبش إحنا دايما بنحب المشط ليه يعني لو حصل نزيف ما عنديش مشكلة إنما لما بقى عندي دم وروق إريا وبضم الحاجات اللي أنا فتحها على بعض بتلحم بسرعة أكتر اللحام في الليزر بيها خدوة أطول أو في الإلكترو سيرجي بيها خدوة أطول أقوى صحيح أنت قطعته ما نزلتش دم إنما الالتحام مش سريع ما سرعتش التلاع والالتحام مرز الزبط باشو حاجة دكتوريكت جدا حياني شرفتنا وطبعا أسقلتنا كالعادة بمعلومات كتيرة جدا وتفاصيل كتيرة قوي عن طب الأسنان مهمة قوي إن نبقى فاهمين وعارفين وإيضا عن زراعة بشكل خاص اللي النهاردة كان محور حلقتنا النهاردة اللي وجودك معيك معنا دكتور واجدي عبد المسيح الغني عن التعريف استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان وحاصل على ماجستير جراحة الفم والوجوة والفكين وزراعة الأسنان حاصل على دبلوم تقويم الأسنان بألمانيا وأيضا دبلوم زراعة الأسنان من كل طب الأسنان بلوس أنجلس بأمريكا زميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا وزميل الجمعية المصرية لزراعة الأسنان وزميل الجمعية المصرية لزراعة جراحة الفم والوجوة والفكين بشكرك لوجودك معنا مرة تانش عرفتنا يا فن شكرا لك حضرت أهلا مشاهدينا خلصت حلقاتنا النهاردة عن زراعة الأسنان نرجو نكونوا وإنتوا كمان استفدتوا واستمتعتوا بحلقة النهاردة ونشوفكم في حلقة جديدة وموضوع علمي وطبي مفيد مع برنامجكم صحيحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة